تلقى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقية شكر وتقدير من معالي الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني بمناسبة تكريمه بجائزة التمييز الحكومي العربي لأفضل وزير عربي في دورته الثالثة خلال الحفل الذي أقيم بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة رفع فيها أسماءية الشكر والعرفان لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على دعم سموه الدائم لمواصلة الجهود لخدمة الوطن والمواطنين والذي نتج عنه تحقيق هذا الإنجاز وأكد معالي أن هذا التكريم هو تكريم لجهود أعضاء فريق البحرين بأجمعه الذي يستمد الرؤى والتوجيهات السديدة من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وتنفيذ توجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله وحرص فريق البحرين على التنفيذ المتقن للخطط والبرامج التي تهدف لتعزيز المسيرة التنموية الشاملة للمملكة ومواصلة بذل المزيد من الجهود والمساعي التي تصب في تحقيق مزيد من التقدم والتطور لمملكة البحرين مشيرا معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني إلى ما يمثله هذا التكريم من حافز لبذل المزيد من الجهد والعمل لتحقيق الابتكار في العمل الحكومي لفتا إلى أن نجاحات التي تحققها مملكة البحرين في شتى المحافل الإقليمية والدولية هي نتاج الجهود المتواصلة والعمل المتفاني الذي يحققه أبناء مملكة البحرين المخلصون معاهدا سموه على بذل المزيد من الجهد والعطاء في سبيل الارتقاء بالعمل الحكومي بما يحقق الغايات والتطلعات المرجوة داعيا الله العلي القدير أن يمتع سموه بمفور الصحة والعافية لمواصلة مسيرة التقدم والبناء والرفعة للوطن وأبنائه ترجمة نانسي قنقر